إمتى الواحد يحس أنه عنده مشكلة أو دروب ماء في مسألة الفيتامينز وبالتالي يقرر أنه روح يعمل اختبار ماء أو تحليل ماء عشان يشوف هو عنده نقص فيه هل فيه شواهد معينة أعراض معينة بتدل على ده؟ طبعاً فيه أعراض نقص فيتامينز الأرق والتوتر عدم طاقة طول الوقت كسلانة مدام الكسل مش نتيجة المرض في الكابد أو الكلا بس طول الوقت كسلانة أو الغضة الدراقية بتعب بسرعة يعني بخش في دور برد بعد ياب شهرين ألاقي نفس الدخل في دور برد عدم التعافي دور البرد يأخذ معي فترة طويلة الوش الشاحب نتيجة نقص حديد وفيتامينات الشعر اللي بيقع نتيجة نقص البيوتين والزينك فعندي عوامل كتيرة تبين أنه عندي نقص فيتامينز وبقول أننا لما بكلم عن الفيتامينات والمعادن بالنسبة لفيتامينات والمعادن الواتر صليب الأول قبلها زوبان في الماء مش محتاجة أستنى الأعراض زي ألب مالتي فيت ألب مالتي فيت من أقوى المكملات الغذائية المالتي فيتامينز لأنه أول حاجة مرخص من هيئة سلامة الغذاء تاني حاجة دخله 13 عنصر وفيتامين مهمين للمناعة مهمين للطاقة مهمين لأنتي أكسيدن ضد الأكسادة مهمين لجمال الشعر والبشرة والدوافر كل ده بينطبق على كابسولة أو أرس واحد بس في اليوم من ألب مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشة طبعاً ألب مالتي فيت هنا الشاشة بتبين لي كل الفيتامينات والمعادن اللي موجودة داخل ألب مالتي فيت هبدأ بالزنك الزنك ليه أهمية كبرى أولاً ألب مالتي فيت ليه مميزات مش موجودة في أي مكمل غذائي آخر زي أن الزنك أعلى تركيز حقاً 24 ميلي جرام الزنك مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم مهم للمناعة مهم للخصوبة عند الرجال مهم للشعر جداً يعني يجي الشعر يقعي بنتيجة نقص الزنك لازم نفكر في الزنك مع البيوتين عندي كمان فيتامين سي فيتامين سي مهم جداً للمناعة ولإعادة امتصاص الحديد ولتعزيز الكولوجين في الجسم فيتامين إي اللي داخل ألب مالتي فيت مهم جداً كضد أكسادة مهم أن أنا طول الوقت قلت أن جسمي بتأكسد لازم أديله أنتي أكسدن ده بينطبق عليه ألب مالتي فيت اللي هو فيتامين إي اللي داخله عندي المميزات دي كلها في ألب مالتي فيت قلت الأعلى تركيز فيه إزينك قلت قول مناعة فيه ميزة مهمة قوي في المكمل الغذائي إي اللي بي مالتي فيت أنه غاني مجموعة فيتامين به الكاملة يعني بيحتوي على فوليك أسد الفوليك أسد للطاقة والتمثيل الغذائي والستات الحوامل بيحتوي على النياسين والثيامين والريبوفلافين كل عائلة فيتامين به موجودة داخل ألب مالتي فيت واللي بيميز ألب مالتي فيت أنه مدعم الزينك ومعاه النحاس ما ينفعش أدي الزينك بتركيز كبير وبعد ينقصف النحاس لأنه هما الاثنين بيشغلوا بعض في الآخر وأكيد أنه حاس مهم لأنه مضاد للشيخوخة حلو